عقدت الأمم المتحدة جلسة إحاطة استثنائية بالمقر الرئيسي بنيويورك وذلك بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتم تفعيلها في مصر منذ إطلاق رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لتطوير وإصلاح منظومة الأمم المتحدة وذلك خلال عام 2017 صلتت الجلسة الضوء على نظام الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر الذي يقوم بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المنفذة في مصر من خلال مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة وهي 26 وكالة أممية متخصصة بالإضافة إلى الوكالات غير المقيمة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية ووفقا للأولويات الوطنية للتنمية